تطورات الأحداث التي شهدتها مدينة القدس وباحات المسجد الأخصى أفرزت ردد فعل فلسطينية وعربية مؤنددة بما جرى في الحرم القدسي الشريف عودة مشاهد العنف والمواجهات إلى ساحة المسجد الأخصى أثارت حفيظة عربية وإسلامية ودولية أيضا منددة جميعها بتصاعد الأحداث الواقعة في الحرم القدسي الشريف بيانات متتابعة تتزامن مع سرعة نبض التصعيد في المشهد المقدسي كانت أولها تصريح صادر عن حركة حماس في قطاع غزة محملا الحكومة الإسرائيلية مسؤولية التصعيد الحاصل في الحرم القدسي الشريف حركة الجهاد الإسلامي أدانت هي الأخرى تطورات القدس وأحذرت من تداعيات الأحداث ما يفسر دخول الجانب المصري وبقوة على خط الوساطة لمنع زلاق الأحداث إلى مواجهة بين إسرائيل وفصائل القطاع أما عربيا فكانت غالبية التصريحات مقتضبة يشبها الشجب وتشتم بها رائحة مخاوف من تدحرج كرة الثلج خلال الأيام القادمة مع تزامن التقويمين العبري والإسلامي تصريحات بدأتها الخارجية الأردنية التي استنكرت ما وصفته بالانتهاك الصارخ للمقدسات الإسلامية تبعتها دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت إسلاميا ندتت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأحداث المسجد الأخصى بينما دعت تركيا التي تسعى إلى إعادة علاقاتها بإسرائيل كافة الأطراف إلى ضبط النفس ومن أبرز ردود الفعل على الساحة الدولية جاءت مناشدة البابا خلال كلمة خاصة بمناسبة عيد الفصح والتمتع بحرية الوصول إلى الأماكن المقدسة والاحترام المتبادل لحقوق كل فرد أحداث الأخصى في شهر رمضان تقاطعت مع عيدي الفصح لدى أبناء الديانات المسيحية واليهودية وستمسع دولي واضح لضبط النفس وعدم تصعيد الموقف في مدينة تبحث عن الهدوء والسلام ضع مفتي الحركة الإسلامية في إسرائيل محمد سلام حسن أعضاء الكنيسة عن القائمة العربية الموحدة إلى انسحاب الفوري من الاتلاف الحكومي وقال حسن أن الحكومة الحالية تستهدف أقدس المقدسات في فلسطين عبر الشرطة والوحدة الخاصة وتضر بالجميع كما جاء في بيانه مشددا على ضرورة الانسحاب من الحكومة هذا ويعقد مجلس الشورى القطري للحركة الإسلامية اجتماعا طارئا في هذه الأثناء لبحث تداعيات الأحداث في الأقصى المباركة وينضم اليون في الستوديو المحلل السياسي المختص بالشن الإسرائيلي الأستاذ شكيب بيشنان مرحبا بك أستاذ شكيب ومساء الخير إذن أي إرهاصات وتبعات ممكن أن نتوقع في ظل التطورات الأخيرة دعنا نقول بدء ببدء أن الموقف بالنسبة للقائمة العربية الموحدة موقف محرش جدا كشريكة في الائتلاف الحكومي وعندما يكون المسجد الأقصى في هذه الوضعية هذا الأمر يحرجهم جدا دخول شرطيين إسرائيليين لداخل باحة المسجد الأقصى وهذا الأمر يجعلهم في مأزق كبير إلى أين سيذهب الأمر في نهاية المطاف؟ نحن نتحدث عن حالة واحدة وهي الانسحاب أو عدم الانسحاب ممكن أن يكون بما أنه إحنا لسنا في مرحلة أنه في حاجة للحسم السريع في هذه المرحلة لذلك يكون الوضع يمكن تأجيله إلى حال عودة الكنيسة إلى مزاولة عملها وذلك في شهر أيار يعني لدينا على الأقل ثلاث أو أربعة أسابيع اللي فيهم يوجد وقت من الزمن تستطيع القامة المؤحدة أن تناور به بالانسحاب أو عدم الانسحاب يعني لن يكون تصويت في الأيام القريبة أو في الأسبوعين الثلاثة القراب على حجب الثقة على الحكومة نعم أم لا وأنا متأكد أن خضية البدائل يعني في نهاية المطاف انسحاب الموحدة والذهاب إلى انتخابات في هذه المرحلة صحيح يبطل هذه الحكومة وسيسأل نفسه مجلس الشورى أسئلة كثيرة وهناك عقول مفكرة ليس صدفة أخذت هذا القرار الاندماج لأول مرة في تاريخ دولة إسرائيل الاندماج حزب عربي في الحكومة وعلموا أنه سيدخلون إلى مثل هذا الإحراج يعني الأمر ليس مفاجئ بالنسبة لهم لأن الوضع السياسي هو ليس المهم الوضع الأمني معروف بشكل دائم أنه هناك وضع أمني سائد ليس بجديد لم يبدأ في هذه الحكومة ولن ينتهي بها صحيح يعني السؤال الذي يطرح نفسه ذهبنا إلى انتخابات ماذا سيكون وطبيعي في البينك بونك في لاعبين اثنين في اللاعب الآخر بالطرف الآخر يريد الانتصار صحيح ولكن بالنسبة له ليس ذلك بكل ثمن ذكرت أن القائمة العربية الموحدة عندما دخلت إلى هذا الاتلاف كانت تعلم علم اليقين أنه سيأتي يوم سواء في الأقصى سواء في غزة السؤال إلى أي مدى هناك جدية الآن من قبل القائمة الموحدة بتلويحها استمعت إلى باقله مازن غنائم قبل فترة منصور عباس كما كذلك سماحة المفتي والكثيرين الكثيرين من عضاء مجلس الشورى الشيخ إبراهيم صنصور حضو الكنيسة السابق وآخرين كان لهم أحاديث واضحة وأنا لا أظن أنهم يلعبون أو يتلاعبون هم في موقف ليس ببسيط أول شيء من ناحية ضغط داخلي وضغط خير ثبات موقفهم إيمانهم العميق أنا أعرف قسم منهم شخصيا وأنا أعرف أنهم يتألمون لمثل هذا الوضع ولا يروق لهم هذا الوضع ولذلك هم في محاولة لم تنتهي بعد يعني التجربة للانخراط في الحكومة ومحاولة الشراكة في الإدارة هذا أمر جديد في الماضي كان في تأثير للأهزاب العربية ولكن جانبي مش أنك أنت جزء من عملية اتخاذ القرار صحيح أنه فيش وزير عربي من قبل القائمة العربية المؤحدة ولكن تنساش أنه في وزير عربي في داخل هذه الحكومة الأستاذ أساوي فريش وهو أيضا ابن كفر قاسم وهو أيضا ابن قسار الإسرائيلي وابن حزب ميرت يعني وما تنساش أنه في القائمة المشتركة لأيضا تتناقض بالمواقف التناقض ليس بكبير بينها وبين المؤحدة يعني فيه بداخل المشترك من يرى بنفسه ممكن أن يكون مثل المؤحدة وفيه من يرفض رفض قاطع ما قامت به المؤحدة نعم إذن أستاذ شكيبي يعني الحديث في هذا المقام يطول بطبيعة الحال ولكن سننتظر ما ستفرز عنه جلسة مجلس الشورى أنا أتوقع أن يقوم مجلس الشورى بتجميد مؤقت لعملية الشراكة في الحكومة ويكون مفاوضات بين أعضاء الكنيسة وقيادة لإتلاف الحكومي لتنسيق الأمور ولكن يجب أن لا ننسى أنهم لا يريدون قطع شعرة بعاوية نعم إذن سنكون في متابعة لهذا الموضوع أشكرك جزيلا شكرا للمختص بشأن الإسرائيلي أو سيد شاكيب شنان شكرا جزيلا لك